أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة من المقرر أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبية أشار رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاما عالمي بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود لتلك المشروعات وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل عقب انتهاء المفاوضات مع المستثمرين مؤكدا أن المشروعات الاستثمارية الكبرى تستم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية وتوفير مئات الألاف من فرص العمل وتشغيل الشركات المصرية وانتعاش قطاع الصناعة وتحقيق نقلة نوعية